بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس أخيراً انتخابنا الوطني بيفوز في كأس الأمم الأفريقية مبارح على غنيا بيسو غنيا الحقيقة لها حكايات وحكايات اسم غنيا لوحده ليه حكايات وحكايات هتكلم عنه لأنه الحقيقة كنت قاعد بتفرج قبل بس بتكلم عن منتخبنا لأنه منتخبنا كسب مبارح الحقيقة هدف مقابل لشيء بعد الحقيقة ما خسرنا من المنتخب الناجيري مبارح كسبنا منتخب غنيا منتخب قوي زي ما كيروش قال لنا الحقيقة وقال أيضاً كيروش قال حاجات كتيرة جداً جداً عايزة أتكلم عنها ولكن خلينا اتكلم عن المهم أو الأكتر أو الحاجة اللي حصلت دلوقتي هو خسارة منتخب الجزائر خسارة حامل اللقب حامل اللقب المنتخب الجزائري خسر واحد صفر من منتخب غنيا حالاً دلوقتي المباراة لسه خالصة قبل ما خش لحضراتكم على الهوى حالاً دلوقتي المباراة لسه خالصة وهزيمة تخيل حضرتك أن المنتخب الجزائري عنده من مباراتين من ست نقاط عنده نقطة وحيدة المنتخب الجزائري مهدد بالخروج من هذه البطولة إذا خسر أو تعادل في المباراة القادمة أمام المنتخب كودفور صراع قوي جداً 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 في المباراة القادمة منتخب كودفور حيلاعب منتخب الجزائر من اللي حيكسب؟ أنا شخصياً أتمنى المنتخب الجزائري يكسب بصراحة عشان يكمل في هذه البطولة وفي نفس الوقت لو ربنا كرمنا وكسبنا في المباراة اللي جاية إن شاء الله وحنلعب تاني حنلاعب بقى ساعتها لو كودفور كسب بص هي المجموعة دلوقتي تعقدت بتاعت منتخب الجزائر ومنتخب كودفور ومنتخب غينيا ومنتخب سيرليون الحيئة اللي عمل مباراة رائعة وتعادل أيضاً مع كودفور النهاردة بهدفين لكل فريق لكل منتخب وبالتالي هذه المجموعة لسه فيها تعقدات كثيرة جداً جداً ولكن هذه هي كرة القدم زي ما حضراتكو شفتو زي ما حضراتك شفت مباراة كم واحد جاله القلب مباراة أنا كده كده على فكانه كم واحد جاله القلب مباراة بعد الهدف اللي أحرزته أحرزه منتخب غينيا غينيا بيساو ها؟ كم واحد جاله القلب مباراة وكان واحد قلبه واجعه مباراة لما الكرة دي دخلت جونه وتعادلنا أو تعادله كلنا كلنا الحقيقة كلنا أي حد مصري طبيعي حيزعل لكن الحمد لله كرة فاول في ناس كتيرة جداً بتتكلم عن الموضوع ده تقول لك هسلك كرة مش فاول يا جماعة كرة فاول احنا لعبنا مباراة جيدة أفضل شوية ولو بسيطة جداً من المباراة السابقة من مباراة نيجيريا ولكن في النهاية انت كسبتوا خط تلات نقاط سدوني مع كل مباراة ومع قرب ما انت تطلع لدول الستاشر هتلاقي الوضع بها أفضل بكتير جداً جداً من الفترة اللي قبلها ليه؟ لأن وجهة نظري ان كروشل مفروض يعني شاف كل حاجة وعرف الدنيا ماشي ازاي وعرف الامور ماشي ازاي وعرف ان مصطفى محمد مينفعش يلعب وينجرايت وعرف ان محمد صلاح مينفعش يلعب رأس حربة وعرف ان عمر كمال هو اللي يلعب بكي مينفعش محمد عب منعم يعني خلاص الرجل فهم الدنيا مفروض يعني ده اللي انا فهمه فالمفروض ان هو فهم كل الامور دي بشكل او باخر وبالتالي ان شاء الله المباراة اللي جاية امام المنتخب السوداني تقدر تعمل مباراة قوية ومباراة جيدة وتفوز على المنتخب السوداني المنتخب السوداني منتخب جيد جداً ومنتخب عمل مباراة جيدة بالمناسبة امام المنتخب الناجيري وكلهم لعيب يا شباب دخل فيهم جون في الدقيقة الاولى او في اول اربع دقايق في الشوت الاول واخر اربع دقايق في الشوت الاول ومع بداية الشوت التاني في اول اربع دقايق دخل فيهم جون وبالتالي هم ما كانوش مركزين في اول الشوت وفي اخر الشوت وفي نهاية المباراة لكن طوال المباراة اللي حي عاملين مباراة جيدة المنتخب السوداني وبالتالي هي مباراة صعبة ديربي عربي معروف المنتخب المصري مع المنتخب السوداني منتخبين شقيقين ومنتخبين كبيرين الحقيقة ان شاء الله ديربي عربي يستطيع منتخبنا الوطني انه يفوز فخدوا بالحضراتكم من اللي بيحصل برضو لانه في الاخر كرة القدم مجنونة مفاجآت بحضرتك قاعد في البطولة دي بتعملش حاجة غير ان انت بتشوف مفاجآت غريبة جدا وكبيرة جدا بتحصل مع كثير من الفرق ومنتخبات القوية والكبيرة